تخذ ميليشيا حزب الله في لبنان حرباً للسيطرة على عملة الدولار وقطاع الصيرفة في البلاد تزامناً مع اشتداد وطيرة الأزمة الاقتصادية فيها في لبنان اليوم صراع يدور خلف الكواليس معركة مالية كبيرة بين ميليشيا حزب الله ومصر في لبنان الحكومة الموالية لميليشيا حزب الله أعلنت في الثلاثين من شهر نيسان أنها ستسعى للحصول على مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي كجزء من خطة إنقاذ اقتصادية أوسع نطاقاً ولكن وفي الوقت نفسه تحاول الميليشيا فرض سيطرتها الكاملة على العملة الصعبة المتبقية في البلاد وذلك باستخدام الأزمة المالية لتعزيز اقتصادها الموازي في وقت تعاني فيه المصارف اللبنانية من نقص حاد في العملة زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله زعم مؤخراً أنه لا نية للميليشيا بالسيطرة على القطاع المصرفي أو سوق الصيرفة في البلاد فيما رأى خبراء سياسيون واقتصاديون أن الحزب يزعم ذلك لأنه من يسيطر فعلياً على هذا القطاع ولديه أدوات مالية وتجارية للتحكم به حزب الله يؤكد هؤلاء أنه يسيطر على منظومة كاملة من محلات الصيرفة التي تتحكم بالمعروض من العملة الأجنبية وبأسعار الصرف كذلك يضغط حزب الله على البنوك من أجل الحصول على العملة الصعبة بأي طريقة كانت والتي لا تخدمه فقط في لبنان إنما في سوريا أيضاً مراقبون للمشهد في لبنان يرون أن الدولة والطبقة السياسية باتت رهينة للتعاون مع حزب الله حيث تتذرع الطبقة السياسية بسلاح حزب الله من أجل الاستمرار في فسادها رغم أن موقف الشارع بات واضحاً من هذا الأمر فقد بات يطلب استعادة الدولة من الطبقة السياسية واسترداد سيادته ومع إعلان الحكومة الألمانية مؤخراً حضر كل نشاطات ميليشيا حزب الله اللبناني على أراضيها يرى مراقبون أن ذلك ربما يكون بداية النهاية بالنسبة للحزب نهاية تعيد ليس فقط للبنان وإنما للكثير من بقاع العالم استقرارها الذي سلبته ميليشيا حزب الله ترجمة نانسي قنقر